يعطيكم ألف عافية اليوم إن شاء الله تعالى رح نكمل بشرح الديدان المسطحة شرح قبائل اللوفوتروكوزوة وأول قبيلة هي قبيلة الديدان المسطحة طبعا لازم نعرف Flat Worms Flat يعني مسطح يعني رقيق وورمز يعني ديدان ف Flat Worms يعني الديدان المسطحة الاسم العلمي اللي إليهم Platy Helimanthes Platy Helimanthes نفس المعنى الديدان المسطحة طبعا لازم نعرف أنه هذا النوع من الديدان بعيش بطريقتين في عشائر بتعيش بطريقة معينة وفي عشائر أخرى أو عائلات أخرى بتعيش بطريقة مختلفة فممكننا نلاحظ هاي الديدان جزء منها بعيش في الطبيعة بشكل حر نسميهم free living بشكل حر يعني الدودة بتعيش في الطبيعة بتعيش في مياه البحر في مياه الأنهار مثلا الفرشووتر ممكننا تعيش في اليابس الرطبة بشكل حر وفي جزء منها لا هو ما بيقدر أنه يعيش بهذا الشكل الحر لا هو ما بيقدر أنه يعيش في الطبيعة بده يعيش وبده يكمل دورة حياته لازم يدخل جسم كائن حي آخر لازم يدخل جسم عائل عائل يعني كائن حي تمام هاي الدودة رح تروح تدخل إلى داخل جسمه عشان تقدر أنها تعيش وهنا بدنا نركز على مصطلح رح ينذكر معنا له قدام بس هنشرح لكم إياه أو أبسط لكم إياه بشكل سريع حسا في بعض الكائنات اللي رب العالمين خلقها هاي الكائنات هي ما بتقدر أنها تعيش في البيئة أو بالطبيعة بشكل مستقل أو بشكل حر هي بحاجة أنها تدخل على جسم بعض الكائنات تبام على جسم عائل معين وتعيش داخل جسمه وتقضي دورة حياتها جوا جسمه دورة حياتها ما رح تتم إلا تدخل جسم كائن حي طبعا لما تدخل على جسمه رح تسبب له أمراض ورح تئذيه ورح تضر لو إجيت أنا شبهت لكم هذا الأمر بأنه بشخص هذا الشخص دخل على مكان على مسرح أو على ملعب وهذا المسرح أو الملعب مش مصرح أنه أي حدا يدخل له يعني بني آدم دخل على مكان مش مسموح له أنه يدخل على هذا المكان وقاعد يلعب بالأغراض ويستخدم مرافق المكان شو منسمي هذا الشخص؟ نحكي عنه متطفل صح ولا لا؟ نفس الإشي هاي الدودة الأفراد اللي بيعيشوا زي هيك داخل جسم كائنات حية أخرى نحكي عنهم طفيليات أو باراسايتس يعني كائنات متطفلة كائنات ما بتقدرنا تعيش وهي حكم من رب العالمين إلا أنها تدخل إلى داخل جسم كائن آخر وهي لم تدخل إلى داخل جسمه بتدخل بدون إذنه بدون ما يسمحلها لهيك هي متطفلة هتستخدم مرافق جسمه هتستخدم أعضائه في أنها تتغذى وتتكاثر وتتغذي دورة حياتها وطبعا هذا الإشي على حساب مصلحته لأنه رح تصيبه بعض الأمراض بسبب وجود هذا الحيوان المتطفل عشان هيك لما نسمع نروح عند الدكتور ونسمع بقول أنه هذا شخص مع طفيليات نعرف شو معنا كلمة طفيليات كائنات ما بتقدر أنها تعيش إلا أنها تدخل إلى جسم كائن آخر الكائن الآخر هات بتسميه العائل أو بالإنجليزي بيحكوا عنه هوست هنحكي عن هذا الموضوع اليوم إن شاء الله فهي لازم تدخل إلى جسم ضحية أو عائل أو هوست عشان تقدر أنها تقضي دورة حياتها وتعيش طيب الإشي المهم اللي بنا نعرفه أنه الفلات ورمس هيا القبيلة فيها اللي بعيشه وفيها اللي بعيشه معيشة تطفولية بعيشه كطفيليات في أجسام كائنات حية أخرى طبعا مهم نعرف شكلهم قلنا شكلهم مسطح فليت ولما نقول فليت يعني ظهرهم وبطنهم ملزقات في بعض فهم دورسي فينترال فليت يعني ظهر دورسل والجانب السفلي جانب البطن الفينترال ملزقات في بعض فليت وهذا معناه أنه إيش يعني زي كأنه عملات زي الورقة أو زي الرغيف أو زي ورقة الكلينكس جدا رقيق جسمهم ما فيه مساحة لفراغات أو تجويفات فمنلاحظ أنه هذا الكائن أو هاي القبيلة صح إنها تريبلو بلاستيك بس ما فيها تجويفات ما فيها بادي كافيتي لهيك هم A-Cylomate A-Cylomate قلنا يعني كائن ما عنده تجويفات الجسمهم فهم منصنفهم إلى A-Cylomate طيب بالإضافة لشغلة مهمة أنه رب العالمين خلق لهم للهضم جاستروفازيكولار كافيتي وهذا المصطلح مر معنا في اللاسعات اللي هي عبارة عن جاستروفازيكولار كافيتي عبارة عن حجرة هضمية تستخدم في عملية الهضم زي الموجودة عند اللاسعات ولكنها أكثر تطوراً من الموجودة عند اللاسعات بالإضافة أنه إلها فتحة فم وإلها كمان مرات مش دائماً بيكون فيه بلعوم ورح نذكر هذا الإشي ونشوف صور طيب الكائن يتغذى أكل أموره تمام فيه فضلات هسا كيف بدو يطلع الفضلات؟ خصوصاً الفضلات النيتروجينية النيتروجينس ويست تمام؟ طيب كيف هذا الكائن رح يتنفس؟ هالرب العالمين خلق له أنفي يتنفس فيه؟ هون لازم نعرف ونشوف حكمة ربنا كيف خلق هذا الكائن رب العالمين خلق لهذا الكائن حكينا جسم مسطح يعني مساحة سطحهم شو بدت تكون؟ كبيرة صح ولا لا؟ هم بيتنفسوا وبيخرجوا الفضلات من خلال سطحهم الخارجي يعني نتخيل سوا ننزل على هاي الصورة وهاي طبعاً عائلة من العائلات اللي رح ندرسها إن شاء الله هيك بكون شكل الدودة ونتخيل مع بعض زي كأنه فيه مسامات كيف من المسامات اللي على الجلد اللي موجودات عنا إحنا كبشر بطلع منها العرق نتخيل إنه فيه على سطحهم الخارجي مسامات ومن هاي المسامات بيخرج الفضلات ومن هاي المسامات بيصير تبادل الغازات بيأخذوا الأكسجين وبيطلعوا ثاني أكسيد الكربون فسطحهم الخارجي سطحهم الخارجي بيقدرهم من إنه يتبادلوا الغازات وبنفس الوقت يخرجوا الفضلات وأنا بيقولولكم إنه هم مقادرات على إليمينيشن إخراج الفضلات النيتروجينية وتبادل الغازات من خلال من خلال سطح جسمهم الخارجي وطبعا هذا الإشي جدا فادهم إنه جسمهم مسطح فادهم بهذا الأمر وهنا بنيجي لموضوع شوي نحكي عنه إلو علاقة بحكمة رب العالم لما إحنا حكينا إنه هم بيتنفسوا وبرضو بيخرجوا الفضلات من خلال سطحهم الخارجي معناته كل ما كان سطحهم الخارجي أكبر كل ما كان فاعلية تنفسهم أعلى وكل ما كان فاعلية إخراجهم للفضلات أفضل وأفضل فرب العالميا حكي خلق أو هيأ كل إشي من الظروف اللي بيمتلكوها اللي تعطيهم أكبر مساحة سطح عشان يقدروا إنه ميقدوا هاي الوظائف بفاعلية عالية فمثلا رب العالمين خلى جسمهم هاي أهم إشي خلى جسمهم إفلات مسطح فليتنت طيب شو فائدة الجسم المسطح بالنسبة لمساحة السطح الحيوانات الكبيرة اللي بتكون large حجمها كبير تمام هذا الإشي بكون على حساب مساحة سطح بينما الحيوانات اللي ما بتكون large ما بتكون كبيرة هاي الحيوانات مساحة سطح رح تكون أكبر service area رح تكون أكبر ومثال بسيط جدا لو جبتوا قطعة عجين وقطعة العجين هاي يطلعوا عليها وإحسبوا مساحة سطحها هتلاقوا إنه مساحة سطحها مثلا برقم معين أو بمقدار معين وهي قطعة عجين كبيرة قللوا من كبرها كيف يعني قللوا من كبرها يعني هاي قطعة العجين اصنعوا منها رغيف رغيف خبز لما تصنعوا منها رغيف خبز أنتوا شو قاعدين بتعملوا أنتوا قاعدين بترققوا منها أنتوا قاعدين بتقللوا من حجمها الكبير وهذا الإشي لما بالنهاية ينتهي تنتهي هاي العملية وينتج عنها رغيف الخبز قارنوا ما بين رغيف الخبز وما بين قطعة العجين بتلاحظوا إنه قطعة العجين كتلة كبيرة وحجمها كبير large ولكن مساحة السطح فيها قليلة نجينا تطلعنا على الرغيف الرغيف مش ماخذ كتلة كبيرة أو مش ماخذ خلينا نحكي حجم كبير مش large تمام ولكن طلعوا على مساحة سطحه لأنه هو مسطح أو لأنه رقيق مساحة سطحه جدا كبيرة نفس المبدأ صار بالديدان المسطحة أنه هاي الديدان حجمها مش كبير وما في فراغات في جسمها أو بطنها وظاهرها من لزقات في بعض وهذا الإشي كان على حساب شو على حساب مساحة السطح هذا الإشي جعل جسمها يكون مسطح أكثر وتزيد مساحة سطحها فجسمها المسطح لفليتيند زاد من شو زاد من مساحة سطحها وهنا برجع بكرره نفس الكلام وبحكولكم حتى بهذه النقطة أنه الجسم لما يكون أو الكائن لما يكون كبير هذا الإشي معناته للسيربس آريا مساحة سطح أقل يعني التنفس رح يكون فعليته أقل وإخراج الفضلات أقل ولكن رب العالمين خلق هذا الحيوان جسمه فليتيند علشان يزيد مساحة السطح تمام؟ ماكسيمايز علشان يعني يكون له أكبر مساحة سطح سبحان الله عشان يؤدي هاي الوظائف بفعلية عالية بالإضافة أنه مش بس جسمهم مسطح لو جينا تطلعنا عليهم رح نلاقي أنه رب العالمين خلق لهم زي تفرعات زي هيك هاي التفرعات البرانشينج برضو بتزيد مساحة السطح برضو رب العالمين خلق لهم انثناءات هاي الانثناءات بتزيد مساحة السطح وبرضو لو جينا تطلعنا على سطحهم بنلاقي يعني اشي مايكروسكوب جدا دقيق بس المهم بنلاقي أنه فيه زي أصابع أو نتوآت طالعا من سطحهم الخارجي هاي الأصابع أو النتوآت بتزيد من مساحة السطح برضو فكل هاي الأمور بتزيد من مساحة السطح وهنا بقول لكم أنه مساحة السطح بتزيد وهي من حكمة رب العالمين بسبب البرانشنج اللي عندهم التفرعات الفليتنج الجسم المسطح الفولدنج الطيات النتوآت هاي الموجودة فهاي الأربع أمور بتزيد من مساحة السطح هاي الديدان وهاي حكمة عظيمة من حكم رب العالمين سبحانك يا رب طيب وصلنا هسا لهذا الموضوع هنذكر إن شاء الله تعالى وهو برضو إلو علاقة بتركيبهم وتشريح هاي الديدان فإحنا منلاحظ أنه هاي الديدان رب العالمين خلق لهم جهاز إخراجي سبحان الله كيف الكلية الموجودة عند الإنسان وعند حيوانات ثانية شو بكون وظيفتها؟ الإخراج الإخراج الفضلات السائلة اللي هو أجلكم الله البول رب العالمين خلق لهذه الدودة جهاز إخراجي هذا الجهاز وظيفته إنه يطلع السوائل الزائدة الكلية لو يجينا نطلع شو وظيفتها بحقيقية وظيفتها لأزمتك بلانس إنه تعمل توازن أسموزي يعني توازن للمي مع الأملاح هاي وظيفة الكلية وأي مشكلة في الكلية منلاقي إنه المي والأملاح اختله في الجسم ونفس الوظيفة هي وظيفة عضو معين رب العالمين خلقوا عند هاي الدودة زي الكلية بكون وظيفته أوزمتك بلانس وهذا العضو هو عبارة عن إكسيكراتوري أبروتش عبارة عن خلينا نحكي جهاز إخراجي جهاز زي الكلية بنظم المي والأملاح وبطلع السوائل الزائدة من الجسم طيب شو اسم هذا الجهاز هذا الجهاز اسمه بروتو نيفريديا بروتو لحال نيفريديا لحال وهناعرف شو معنى بروتو نيفريديا بروتو نيفريديا زي الكلية يعني هاي الكلية الخاصة فيهم ونركز إنه نيفريديا زي كلمة نفرون مش النفرون هو المكون الرئيسي للكلية فالنيفريديا جاية من كلمة نيفرون يعني زي كانه إشي كلوي وبروتو يعني بداي فبروتو نيفريديا يعني زي كانه كلية بداية جدا بتكون موجودة عندهم من شو بتتكون هاي الكلية البداية؟ وشو مبدأ عملها؟ هاي الكلية البداية بتتكون من شبكة أنابيب network of tubules وهاي شبكة الأنابيب بتكون في نهايتها في عنا زي انتفاخ كرة في نهاية هاي الأنابيب في كرة هاي الكرة بكون جواتها تركيب إلو شعيرات تمام؟ هاي الكرة شغالة زي كانها شفاطة ونجد تطلع على الصورة عشان تفهموها أكثر طلعوا كيف لبروتو نيفريديا هي عبارة عن شبكة قنوات وهاي شبكة القنوات في نهايتها شو فيه فيه زي انتفاخ كرة منتفخة شفاطة وجوات الشفاطة في سيليا شعيرات طيب شو وظيفة الشفاطة مع الأنابيب؟ هاي الشفاطة مع الأنابيب وظيفتها يعني جدا بسيطة لما يكون فيه مي زائدة داخل جسم الكائن داخل جسم الدودة هاي الشفاطة مع الأهداب اللي جواتها رح يشتغلوا بطريقة معينة إنهم يشفطوا المي فرح تتم شفط المي الزائدة وين رح تتجمع جوه هذا الانتفاخ هنعرف شو اسم الانتفاخ بعد شوي بعدين رح تتم تفريغ الجهاز من المي هاي الزائدة ورح تطلع المي عبر ثقوب معينة أو عبر أنابيب معينة بره الجسم يعني تخيلوا البروتونيفريديا هو عامل زي المزراب ممكن عارفون شو يعني مزراب بيشفط في جهاز بيشفط المي الزائدة وبيجي بضخها لمسورة هاي المسورة بتطلع المي بره الجسم نفس المبدأ شفاطة بتشفط المي وبتطرد هاي المي الزائدة عبر مسورة بره الجسم وطبعا هذ الكلام مكتوب هون بقلو لكم انه رح يتم سحب المي بواسطة هذا التركيب اللي جواته أهداب هذا الانتفاخ اللي جواته أهداب ورح تتجمع المي جوه بعدين رح يتم تفريغ رح يتم تفريغ هاي المي الى خارج الجسم عبر مواسير طالع بره الجسم سبحان الله طيب شو اسم الانتفاخ هذا هذا الانتفاخ منسميه flame bulb bulb يعني انتفاخ دائما منسميه flame bulb فهسا لو رجعنا فوق بقولو لكم انه بروتوني فريديا بتكون من شبكة قنوات في نهايتها رح يكون انتفاخ اسمه flame bulbs جواته أهداب والفلام bulbs مبدأ العمل انه flame bulbs رح يسحب المي الى داخله وبعدين رح يطلحها عبر مواسير هاي المواسير بتكون بتضخ بره الجسم او بتكون يعني بتطلع المية الى خارج الجسم سبحان الله طبعا لغايتون احنا خلصنا دراستنا او خلصنا هذا الفيديو تمام هذا الموضوع والموضوع الجاي رح يكون تصنيف هاي الديدان شو العشائر وشو القبائل وشو اه كل عشيرة وكل قبيلة شو صفاتها يعطيكم العافية